بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في محاضرتنا اليوم المقابلة المقابلة دايما نستخدمها في كثير من الأحيان الطالب يستخدم أنا عندي اليوم مقابلة طالب الماجستير أو البكالوريوس أو أي طالب عند قبوله في مؤسسة أكاديمية فنجده أنه يتلفظ بمصطلح عندي اليوم مقابلة دعواتكم إلى آخر الموظف يستخدم المقابلة اليوم عندي مقابلة انتهينا من الامتحان التحريري اليوم عندي مقابلة دعواتكم إن شاء الله أكون من الفائزين أيضا يمكن أن تستخدم المقابلة بين السياسيين ما بين مرسل ومستقبل أيضا يمكن أن تستخدم المقابلة عبر الشاشات تلفزة أو أي وسيلة اتصال بين طرفين مرئية زي الفيديو كونفرنس أو السكايب أو النت أو ما شابه ذلك وتحدث هناك المقابلة بين طرفين المقابلة قد تكون فردية وقد تكون غير ذلك طبعا تنعى بتكون فردية بين شخص وشخص والشخص الأول يسمى مرسل والشخص الآخر يسمى مستقبل أو شخص وأشخاص أيضا لا تحود عن مرسل ومستقبل لكن انتقلت من الفردية إلى الجماعية المقابلة قد تكون متفق عليها مسبقا سموها مقابلة مغلقة محدودة الأسئلة محدودة الوقت ولا يمكن أن تحيد عن هذه الأسئلة وقد تكون المقابلة مفتوحة زي ما احنا بنشوف عبر شاشات التلفاز على سبيل المثال وجها لوجه أو الاتجاه والاتجاه الآخر طبعا يتم الاتفاق على الموضوع لكن أن الأسئلة التي تدور إيش هي نفس اللي هو المذيع ما بعرفش الأسئلة التي تدور إيش هي لكن بدي يكون خبير من خلال أي جزئية أو أي خبر ممكن أنه يأخذوا ويروح صايغ منه اللي هو سؤال هذه بنسميها اللي هو المقابلة المفتوحة مفتوحة لكنها محدودة الزمن مفتوحة لكنها محدودة الموضوع لكن غير محدودة الأسئلة ودايما بتيجي هذه على أساس اللي هو النقاش للوصول إلى الحقيقة نقاش الغاية منه الوصول إلى الحقيقة طب يا ترى إحنا الآن خلينا أحكي بلسانكم إنه إحنا بدنا نصير بكرة مدرسات المستقبل هل بتفيدنا المقابلة ولا بتفيدنا إيش فلاش بتتفيدنا المقابلة هذا ما سمراه إن شاء الله إضافة إلى إنه المقابلة في كثير من الأحيان يمكن أن أتعرف من خلالها على المحادثة الحقيقية إنه من عنده والله فأفأ من عنده وقوأ من عنده حبس الكلام من عنده عصر في الكلام من عنده دأتأ وبالتالي من خلال المحادثة ممكن أني أنا أعرف كل صغيرة وكبيرة وخاصة عند النطط بها أيضا يمكن كمدرس أنا في المستقبل إنه من خلال المقابلة إني أتعرف على الإنسان عندما يدلي اللي هو بالتعبير عن رأيه في كثير من الأحيان أيضا علم النفس الجنائي باستخدم المقابلة للناس الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وقد يكونوا أطفالا أيضا لكنهم رأوا حقيقة معينة فلا بد من الإدلاء به أصحاب أيضا التاريخ والتاريخ يستخدمون المقابلة لكبار السن عندما يتحدثون أو يدلون بمواضيع هامة ولا يمكن على الإطلاق أن تسجل أو أن تكون بحالة استبال المقابلة إن جازني التعبير أن أجزم قد تكون الوسيلة التي لا يضاهيها أي وسيلة أخرى يعني يمكن أن تكون المقابلة لا يمكن أن أستغني عنها وأضع أداء مكان هذه اللي هو الأداء ننجي مع بعض ونشوف المقابلة مين نتعرف إيش المقابلة طبعا المقابلة بالإنجليزي فهدي بدنا ننتبه ما إيه لها أيوة تتضمن المقابلة أحسنت المقابلة هي عبارة عن جمع قيانات لاحظة لكن بشكل مباشر جمع بيانات لكن هذه البيانات هل بالضرورة أنه يكون يعني من وراء كل اتنين عمل مقابلة أنه يكون في من وراءهم طراضي هل بالضرورة أن يكون بينهم قبول لا لكن لابد أن يكون بينهم موضوع متفق عليه مسبقا حتى عند السياسيين بنفعش أننا أجري مقابلة معسين من الناس بدون أني ألم أطرح السؤال بعد إذنك ممكن أخذ من وقتك فضل معروف أنه فلان بمثل اللي هو يعني منصب سياسي ما فبروح سائل أنه هو السؤال المتعارف عليه بيكون يعني أنه بين الطرفين السؤال مطروح لكن والله أنه هذه الإجابة الآن السائل هل هو راضي عنها هل مش راضي عنها هل اقتنع بها هل إنها كفاية طب بهمش دسأل كمان سؤال من حق الطرف الثاني يقول له بهمش والله أنا لا أمتلك وقت أنا أعتذر إلى آخره بلابد أن يكون هناك اتفاق أثناء المقابلة بين الطرفين المقابلة أيضا هي عبارة عن مواجهة بين مرسل ومستقبل وقد يكون المستقبل أكتر من شخص وقد يكون المرسل أكتر من شخص يقول بل ممكن أنها تكون المقابلة بين شخصين مرسل ومستقبل ممكن هدول الشخصين أن نحط بدا لهم أشخاص ممكن تكون بينهم أشخاص طب مين تقول لي على عجالة احنا اتفقنا أنه مرسل ومستقبل في عنا مرسل في عنا مستقبل خلينا نعمل رسم كروكي على عجالة هيا عنا مرسل وهيا عنا مستقبل مرسل مستقبل هادي الآن تعتبر فردي وكتيش مصير جماعي بين المرسل والمستقبل هل مضرورة أنه المرسل لازم يظلوا فردي ممكن يكونوا مرسلين مستقبلين ممكن ولا لا ممكن أنه عند المقابلة المرسلين هؤلاء طبعا يكونوا عاملين محاور وكل واحد بدي يعمل مقابلة في المحور الذي يخصه المستقبلين هم اللي بدهم يستفيدوا من جميع المحاول ممكن يكون اللي هو مرسل وممكن يكونوا مرسلين اللي هو أكثر من مرسل في آن وحد أسئلة المقابلة طبعا أسئلة المقابلة أسئلة مفتوحة أو أسئلة بتكون مغلقة إيش هي الأسئلة المفتوحة انتوا لاحظوا كلمة غير محددة الإجابة لكنها متفق عليها إنه الموضوع لا بد أن يكون متعارف عليه لا بد أن يكون متعارف عليه طبعا أسئلة لا تعطي أي خيارات للإجابة فيش إمكانية إنه يعني ما رأيك في كده وكده ما هو رأيك للنسبة للتعليم المختلط ولعمل المرأة لاحظوا السؤال طبعا مفتوح تمتاز هذه النوعية من الأسئلة بغزارة المعلومات طبعا غزارة المعلومات يشترط فيها أن يكون غزارة وقت بدفعت غزارة معلومات والوقت محدود الله بهمش لو سمحت تقولني بيه اقتضاب كيف خمسة في ستة بس بهمش لو سمحت يا ريتك تسرع أكتر ما معيش أنا وقت لو سمحت تحكيني بكلمة لا مش صح على الإطلاق لا غزارة معلومات لا بد أن يكون أيضا فيها غزارة وقت على أساس أن يكون الوقت فيها يعني بحبوحة من اللي هو اتخاذ الأجابة الصحية لكن في الأسئلة المفتوحة غير معلنة الأسئلة غير متفق عن الأسئلة لكن يجب أن يكون في الأسئلة المفتوحة أن يكون متفق على العنوان الموضوع الوقت المكان الوقت المكان إلى آخرها دي شيء ضروري الآن النوع التالي من الأسئلة في المقابلة محددة الإجابة محددة الإجابة الأسئلة إن جاز لنا التعبير أن نقول أنها متفق عليها مسبقا يعني في إمكانية أننا نعمل معاك مقابلة كون أنك أنت طالبة جديدة سنة أولى في الجامعة الإسلامية وبدي أنا أسألك في خضم ربع ساعة المكان الزمان إلى آخره متفق عليه الأسئلة اللي أنا أتسألك إياها أنه ما رأيك في الجامعة ما رأيك في تخصصك الجديد إيش كان توقعك قبل قدومك إلى الجامعة موعدنا في ساعة تسعة إن شاء الله مع السلام من مع السلام الآن هذه الثلاث أسئلة ممنوع أننا نسأل سؤال رابع أنه غير متفق عليه على سبيل المثال أنه ممكن الآن الطالبة خلينا نقول الطالبة اللي هي اللي بده يوقع عليها الأسئلة أنه راحت قالت والله كمان أنا بحب الجامعة لأنه فيه إلي أخ شقيق وفي إلي أخد كمان تخرجوا من الجامعة هل بالإمكان لاحقوا كيف السؤال الرابع اللي بتيتي هل بالإمكان أنك تعطينا نبذة عن إخوتك إيش شعورهم في الجامعة هل بالإمكان كأني أنا قاعد يعني بأتطفل تطفل في طرح السؤال لأنه غير متفق عليه نحظوا وبالتالي المتفق عليه اللي هو الأسئلة الرئيسية اللي صار بين المرسل والمستقل أنواع المقابلة طبعا أنواحها كثيرة كثيرة أكثر من عشرة أنواع المفتوحة المغلخة المقننة الإلكترونية المؤقتة الزمنية العلمية السياسية إلى أخير من هذه الأنواع المتحدة المقابلة الشخصية مقابلة الشخصية مقابلة الشخصية بين الباحث والمبحوث أو الأشخاص المعنيين بالباحث وهي دائما بتكون اللي هي أكثر شيوعا أكثر شيوعا لأنه استخدامها دائما بكثر مقابلة شخصية وخاصة عندما ولاحظوا كلمة إحنا حطينا اللي هو الباحث هذه تستخدم كأداء عندما الواحد بد يروح يعمل اللي هو استبانة ويعمل التقاء مع العينة تبعته مع العينة تبعته عشان هيك لابد أن يلتقي مع الشخص مباشرة أنا في عندي ثلاث أسئلة ممكن أن أنا أطرحن عليك بصفتك إنت واحد اثنين ثلاثة السؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثالث بجمع أنا هذه الأسئلة وبأعمللها اللي هو وزن نسبي بقول السؤال الأول العينة تبعتي أجابه عليه من خلال المقابلة ما نسبته كذا وكذا اللي هو النسبة المئوية للسؤال الذي تم ترم المقابلة التلفزيونية وهذه دائماً منشوف إحنا عبره الشاشات المتلفزة إما أن تكون على الهاتف بأسباب تخرج إدارة الباحث والمبحوث أو أنها تكون طبعاً على اللي هو الهاتف يعني اللي هو زي الفيس زي لكن فيها انترافيو زي اللي هو المانجو والتايجر نت بأشكاله المتعددة إنه ممكن إنه تصير أو الفيس أو السكايب أو شبه ذلك طبعاً هذه بتكون اللي هي هناك مقابلة بين هادول اللي هو الشخصين أو المجموعة إذا كانت فردية أو إذا كانت طبعاً جمعية ما هي خطوات إجراء المقابلة؟ ما هي شروط في مقابلة وسط المقابلة الجيدة مقابلة بواسط الحاسوب أو مقابلة أيضاً بواسط الحاسوب اللي حكينا احنا عنها اللي هو اليوتيوب هذه الحاجات منتوا ما شاء الله عنكم بتعملوا أنتوا مقابلات بين بعض بتعملوا بين أهليكم بين كذا يعني مقابلة تعتبر مقابلة لكن بكون متفق عليها حتى تني كنت تعملي اللي هو لقاء بينك وبين أبوكي أبوكي منه في بلد تاني بينك وبين أخوكي مسافر طبعاً بدرس هو فاتح على النت وانت على النت بتعملي معاً اللي هو مقابلة وكأنها اللي هي المقابلة اجتماعية بدنا نطمئن عليه بده هو يطمئن علينا إلى آخره من هذه المساة ما هي شروط المقابلة الجيدة؟ رقم واحد تحديد وقت شروط للمقابلة دائماً ما هو بنفعش إنه والله وانا ماشي فعل ممر هذا أقول أجعبالي أعمل مقابلة لكن أعمل معاكي مقابلة؟ طب لو واحد سألني هل يعني تمتلك غرضاً من المقابلة؟ لا والله طب هذا ليش يعني بدك تضيع من وقتك وتضيع من أدواتك وتضيع وتضيع ثم الإجابة التي ستحصل عليها فش هتفيدك؟ يقبل لابد أن يكون هناك غرض من المقابلة وهذا الغرض طبعاً لابد أن يكون متفخ عليه مسبقاً بين المرسل والمستقبل سواء كان شخصي أو كان جماعي سواء كان فردي أو كان جماعي لابد أن يكون متفق عليه وأن يقوم طبعاً بتعريف هذه الأهداف التي سيجري معهم المقابلة طبعاً بدي يعرف على حاله وبدي يقول أني أنا طبعاً بدرس إعلام سنة رابعة ومعي مشروع تخرج وأني أنا لازم أعمل مقابلة مع اللي هو طلبة المستوى كذا طلبة كلية كذا إلى الآخرة فهل بالإمكان أني أنا أسأل هذا السؤال معي ثلاث أسئلة هل بالإمكان تمتلكي وقت عشان تجاوب عليهم ولا لأ؟ هذا ما يحدث اللي هو في المقابلة رقم 2 الإعداد المسبق للمقابلة لكن الآن أنا تبني بستثني الإعداد المسبق على سبيل المثال أنا في عندي على جدول الأعمال إنه بدي أعمل مقابلة مع طبيب الفلاني الجراحي فلاني وشاء الله أني أنا أطلع في السيارة وشاء الله أنه طالع في السيارة ورحلتنا بدها تأخذ مش أقل من الساعة فهذا السيارة فأنا قاعد بتعرف عليه وبقول له والله يعني هنا فرصة طيبة إنه أنا التقيت أنا معاك بس بعددناك والله يعني أنا عندي على الأجندة إنه بتعمل أنا مقابلة معاك وبيد أطرح عليك الأسئلة التانية فمش عارف هل ظرفك بسمح هل وقتك بسمح إنه نستفيد من هلوقت وأطرح إن أنا عليك الآن من حقه إن يرفض ومن حقه إنه يقبل حقه إنه يرفض ومن حقه إنه يقبل نفترض إنه قبل هذي المقابلة أين الإعداد المسبق لها؟ لا يوجد إعداد مسبق لها هذي بنسميها اللي هو المقابلة العفوية المقابلة العفوية لا كان فيه اتفاق ولا حاجة لكن في عندي أنا خلينا نرجع لرقم واحد اللي قبلها في عندي هدف ولا ما في الشيء؟ هدف في عندي هدف مسجل أنا عندي مدام أني مسجل لكن أنا قاعد بقول إنه اليوم السيد بكرة الأحد إجازة اليوم الاتنين إجازة يوم الخميس إجازة تعمل المقابلة براحتي فإن شاء الله إنه اللي أنا بدي أعمل معه المقابلة إنه أنا وياه لتقينا في مكان ما بضرورة في السيارة ولقيت إنه ظرفه بسمح لذلك في كثير من الأحيان أخواتي الناس السياسيين اللي بيعملوا مقابلة لو إحنا الآن يجينا سألنا سين من الناس خلينا نقول الصحفيين إنه بنقول إنه بتستنى في مين؟ بقول أنا بستنى في الموكب الرئاسي بستنى في الموكب القيادي عشان أعمل أنا مقابلة مع فلان الآن مع هذا الموكب ما كانش عنده إعداد مسبق كان مع ضيف أجبر سياسي وجاي من برها يقبل الآن فرصة إني أنا أروح طارح الأسئلة على الضيف عشان إني أنا أجمع بين المقابل اللي أنا كان علي فيها غرض والمقابل التاني وإن كان من مجال التخصص إنه يوجد أيضا غرض على أساس أعمل جمع بين المقابلتين لهذين الشخصين بتصير كمان أيضا على ألوى الإعداد المسبق تحديد الأشخاص المعنيين بالمقابلة لازم إن أنا أحدث أحدث سواء كنت أنا باحث أو كنت غير باحث إنه لازم إن أنا أحدث أنا بدي أعمل لقاء مع الرئيس طب الرئيس ما أجاش أجى من ينوب عنه ولا لا أجى من ينوب عنه أنا بسأل لكن أنا بدي أكون أمين بقول إنه كان سؤالي موجه إلى سيادة الرئيس ونظرا لظروف معينة ما جاش الرئيس فجاء من ينوب عن الرئيس وطرحنا عليه الأسئلة التالية السؤال فالإجابة السؤال فالإجابة وفي نفس الوقت إني بدي أنا أكون تحديد وإعداد قائمة منه وخلينا أنا أقول لكم على هذه الأسئلة خلينا نطرح الطرحين الطرح الأول أنا كمدرس والطرح الثاني ما نراه من البيئة الخارجية بنلاقي في بعض أحيان بعض من الإذاعات المحلية أو الدولية إنه جاءت أكتر من مرسل والمستقبل واحد لكن شخصية مرموقة فبروح إلي هو المرسل الثاني بصارة الآن مش فردية وبروح أول واحد طالح عليه السؤال الآن هذا الشخصه هو أطرح في السؤال الثاني زميله جاعد بفكر في السؤال الثاني بدي أنا أطرحه أو إنه عنده في أسئلة أي من الأسئلة الآن أني أنا أجدمه قبل الآخر أي من الأسئلة بدي أجدمه أنا قبل الآخر وخاصة دايما هدولة اللي هو الناس أصحاب البرامج اللي هو المتلفزة أمام الجمهور أنه دايما أنهم بلتقوا في شخصية ما بللاقي إنه الأسئلة كأنها تكب عليك كباً السؤال الأول طيب بعد ابنك يعني أنت تحدثت كذا وكذا لكن في سؤال كأنه يطرح نفسه ما رأيك في كذا وكذا وهو جاءت بحكي الثاني أيضاً كأنه تتولت له أفكار أو أنه في عنده أسئلة أيضاً رئيسة وبالتالي بروح طالح هذه الأسئلة لذلك أنا بنقول تحديد وإعداد قائمة بالأسئلة والاستفسارات وربما يكون من رفض الإرسالها طيب لو إجينا قلنا لعندها ما نوع المقابلة هنا ها احكوا مغلقة مغلقة مدام إنه هو علم بالأسئلة وبدي أرسلك الأسئلة مسبقاً معناها إنه المقابلة مغلقة وليست مفتوحة مغلقة معناها تم تحديد الأسئلة ربما يكون من الأفضل إرسالها قبل إجراء على المقابلة لإعطاء المبحثين فكرة عن الموضوع ويراعى في إعداد الأسئلة على الوضوح والسياغة الدقيقة يعني بدنا إحنا السؤال إنه يكون مفهوم على أساس إنه مايروحش يقول عفواً أنا مش فاهم سؤالك يروح عمله يا رصيغة تاني يقول له عفواً مش فاهم سؤالك لا مش صح على الإطلاق لأنه إنت يلي بتكترح السؤال لابد إنك إنت تكون فاهم السؤال وفي نفس الوقت إنه لا لبسة فيه ولا غمط يعني بنفحش السؤال إنه أنا سطحياً قاصد فيه شيء لكن في محتوى مقصود فيه شيء آخر مش صح هذه المسألة على الإطلاق لأنه خاصة بعض من الناس الذين يقع عليهم السؤال اللي هو بنسميهم المستقبل بروح بقول أنا كأن فهمت من السؤال أنا ما سمعتش السؤال لكن أنا كأن فهمت من السؤال إنك إنت بتقول كذا أو كذا وبنزل جاوب طلح وذكي ذكي في إيش إنه ما جاوبش مباشرة قال كأن فهمت من طريح سؤالك إنك إنت بتقول كذا وكذا الآن المرسل سكوت المرسل يعني إنه السؤال اللي انتظر نيته صح السؤال اللي انتظر نيته صح طب ليش الآن المستقبل ما راحش جاوب مباشرة لا بيقول بديش إننا لا أجاوب وبعد ما أتعب يقول عفوا يعني هو السؤال كان مش هيك طب وساكت علي ليش عشان هيك إنه أيضا لابد إنه يمتلك المرسل ذكاءا والمستقبل ذكاء لأنه المستقبل بدي يمتلك ذكاءا في الإجابة وإيش يقدم على إيش والمرسل بديه يقدر يعني وقت أي من الأسئلة أقدمها على الآخر أي من الأسئلة أقدم على الآخر سبيل المثال للحصل في كثير من الأحيان أنت الآن تبني بدي العمل معاك مقابلة خلينا نقول تحديدا كلية التربية كلية التربية علاماتك بتأهلك تدخلي تربية لكن أنا آسف هل يا طرى أنه عندك أنت أخطاء في لفظ الحروف ولا لا دعمل معاك مقابلة المقابلة لا تزيد عن ثوان معدودة أقل من الدقيقة ليش؟ لأنه العدد كبير الآن خلينا نقول إحنا اللي بدنا نعمل مقابلة عددنا كثير خلينا نقول خمسة الآن كل طالبة بتدخل سلام عليكم السلام أهلا وسهلا وبكون حاطف جملتين الجملتين يشتملان على جميع الأحرف الأبتدية وبقول لك اخرأ أي الجملتين التاليتين الخط واضح والخط كبير على أساس أنه والله بهمش أنا بس نظار تنسيتها أنا والله بهمش يعني الخط مش واضح والله بهمش اللضاءة إلى آخر هذا مش صح لأنه أنا مش هدفي أني أنا أوقع في الإنسان عشان يقرأ وأنه والله ما بعرفش يقرأ من حد ما يقراهن شكرا لك إن شاء الله وإن شاء الله الأسامي بيتلقوهن اللي هو بعد الظهر معلقة ونتمنى لكم كل توفير ثماني معدودا لو واحد سألني ما الهدف ما الغرض من وراء خراءة هالطالب هذا أو الطالب اللي هو للجملتين عشان بدي أعرف إنه والله عنده اللفظ صحيح للأحرف الأبجدية ولا لا لأنه بخرى بد يصير مدرس مدرس حتى بد أن يتعامل معه هلا بد أن يكون أيضا أيضا يمتلك درجة البكلة تحديد مكان ووقت المقابلة مع ظروف المبحثين والالتزام بذلك ولاحظوا أنتم منفاش إن أنا أعمل مقابلة مع سين من الناس وإني أنا أقول له عن إن شاء الله المقابلة بدت تكون في المنطقة الفلانية طب ما فيش سيارات كيف بدنا ناجد يدبل حالك وتروح أنت محدد إلي اللي هو الساعة الفلانية والساعة كذا تجري المقابلة طب وين انت بدك تكون انت تنك انت تكون معلم على مقابل الساعة كذا وانه بدنا نعمل مقابل الساعة كذا وكل الجماهير قاعدة بتستنى كل الجماهير قاعدة بتستنى على اساس انها تحدث هناك المقابل ويمكن احنا لاحظنا عند ما بتصير اللي هو المقابلات مع طلبة الثانوي العامة المتفوقين على دولة فلسطين الاوائل نعمل معهم اللي هو مقابلة طبعا المقابلة ما بنفعلنا نعمل مقابلة مع طالب انه اخذ الاول على فلسطين وهو مش موجود ورؤى نعمل دهاي واعلان والساعة تامنا لقاء مع طلبة اللي هو الثانوي الاوائل على فلسطين وشوي ولا طالب اجا لانه فيش مواصلات يجوا على المكان المتفق عليه مش صح مش صح على الاطلاق وخاصة انه الان الجماهير والاهالي بيستبنوا لكل فاتح التلفزيون والكل مشغل كهربته ومطوره ومشبه ذلك مش صح على الاطلاق لابد اني انا احدد وقت المقابلة عشان انه يسير فيها اجراءات طبعا علمية فبعض احيان المقابلة اخواتي بتوخد طابع السرية بتوخد طابع السرية وقتاش انه انا بدي مقابلة توخد طابع السرية مين هيك بتعرف حسب يعني خبرتها حسب ذكاءها حسب حياتها هيك ممكن يكون شخصية شخصية مخلومة ممكن تكون شخصية سياسية مين كمان؟ شكرا اليك مين كمان؟ احسنتي. يمكن اللي هو المرشد النفسي عندما يريد ان يجمع معلومات عن المسترشد. عندما يريد ان يجمع معلومات عن المسترشد. طب ما احنا خطف المخيص السوسيومترية كيف انه احنا عرفنا انه فلان محبوب وقائد وفلان مش محبوب ولا هو قائد ولا حالي. كيف عرفنا? ما السؤال يعني انتو خدتوه. يقب على الارض الواقع انه المجموعة كاملة رفضت فلا. تحب انه يقعد عندك في الرحل بتحب انك تقرأ انتوياه في الامتحانات? الكل اجمع انه لا. ومجموعة اللي اها طلعت نسبحالي. ما بقدرش ان انا اروح لفلان واغوله المجموعة كاملة تحبكاش. طب يتلقوا عروسهم من اقوطالع. انا معاملتي معهم اربعين في المية سلبية. هاخليها مية في المية. يقبأ انا جايب احل المشكلة ولا انا اخلي المشكلة تصير مشكلات. فهادي على الارض الواقع دايما. مدام انه فيها سرية معناها انه انه فيه سلوك مش سلبي لو تم الاباحة بهذه المقابلة. لاحظوا? حتى انتو على الارض الواقع. احنا في البيت. الوالدين الام والاب. فبعض احيان بتيجي تمسك بنتها الفلانية او ابنها الفلاني. تقول له بهمش يا امامة لو سمحت اني انا لاحظت في كذا وكذا وكذا. مين اللي عامل هاد المسألة? فبروح بقولها بقولها بهمش اخوي الكبير بس ما تجيبيش سيرتي. وفي نفس الوقت انت بذكائك تصر فيها. شيك? لا شرايكم? بنفعش الام تروح اتواتي هالي هو الامن وتقول له تعال ليش اعمل هيك اخوك قال عمك كذا وكذا. طب بسيطة هاد حلها عندي. ايش هيعمل? ما مش صح? يبا كمان احنا احنا من واقعنا كمان الحياتي انه المقابلة تستخدم. اما الاصل في المقابلة الاصل في المقابلة الاعلان. الاصل في المقابلة الوضوح الاصل في المقابلة لكن حالات استثنائية يمكن ان نروح نقول هذه المقابلة سرية. وسرية للغاية. انا بحكي كلمة سرية بس بدون انه ما نعرف احنا ان احنا سرية. بناش احنا نخلي النتائج انه حدا يعلم فيها على الاطلاق او بناش حدا يشوف ان على الاطلاق. طبعا فيه هناك الظروف حتى كمان احنا على ارض الواقع بنترك التبرير. وبنقول اي نعم انه والله من حق فلان انه يعمل مقابلة سرية. من حق فلان انه حتى احنا يعني نشهد له انه لازم تكون اللي هي المقابلة سرية. رقم ثلاثة تنفيذK المقام. تنفيذ المقابلة واجراءها هناك عدة امور على البحث تتقانوا ها لاثارة احتمال متعاون وحتى تتكون. المبحوث اللي هو المفحوص اللي هو المتعاون اللي هو المتعلم اللي هو المسترشد كله صح. الان تنفيذ المقابلة واجراها. بتقصير الان المقابلة على عرض الواقع اجراءات المقابلة. اجاد الجبرية المناسب من حيث اجاد المظهر اللائف للباحث واختيار العبارات المناسبة التي تريخ بي اللي هو الانترفيو المقابلة. ولحظوا انتم ايجاد الجو المناسب ما هو دايما اللي هو الجو المناسب بنفعش اننا نعمل معاك على سبيل المثال بنفعش اننا نعمل انا معاك الان مقابلة لا قدر الله وانه القصف شغال. ايش رايكم? بصح? بنفعش اعمل معاك مقابلة وبينك وبين الامتحان النهائي او بعد دقائق. بنفعش. قلنا الحين حنقول لا. لاحظوا كيف? مش حقدر. لذلك هذه المقابلة الان زي ما بقوله خاطفة سريعة لكن بدي انا اختار الوقت المناسب. طيب قبل دخولك للامتحان صعب عليه ان اعمل معاك مقابلة. لكن بعد خروجك من الامتحان لو وخدت من وقتك دقيقة. باخد ان هو وقت. التوتر واضح على فلان. الطمعنينة والصحة النفسية العالية واضحة على فلان. لاحظوا المقارنة وبعمل انا ما رأيك في اسئلة الامتحان اللي انت قدمتها. وكلمات لاحظوا تحتاج الى اجابات يعني كلمة او كلمتين. كأن الاسئلة بدمج ما بين المفتوحة والمغلقة. بروح بدمج بين المغلقة والمفتوحة. وخليني ارجع فيكم مرة تانية الى الاسئلة الاختبار الموضوعية. قد تكون في شكلها الاسئلة موضوعية لكن في متنها مقالية. على سبيل المثال اللي حصل اني انا بقول لك مسألة وبديك اربع خيارات. ولا يمكن تعرف اي خيار الا من خلال الكالكوليتر وتروح تمسك الكالكوليتر وتمسكي بتحل المسألة عشان في الاخر تقولي الاجابة. يبا هي سطحيا موضوعية لكن على الارض الواقع الموضوعية في مكان وهي في مكان اخر. يبا لا بد اني اجد المكان اللي هو المناسب عشان اني انا اعمل حوار حقيقي بيني وبين اللي هو المفحوص. الرقم اثنين من المقابل الاجراءاته يخلق الباحث اجواء صداقة وثقة وتعاون مع المبشوث. وهذه دايما تستخدم اخواتي ما بين المرشد والمسترشد. في العملية الارشادية. في المؤسسات الاكاديمية. انه فلان في عنده ضعف تحصير دراسي. ايش انا بتعمل معاه? بقول له بهمش يعني بعد انا بقعد معاه بقول له لسه انت احسن من غيرك. دعم العلاقة. دعم الثقة. بدي اشعر اني انا مش جاي اعمل معاك استجواب. الاهل بتعاونوا معاك. يعني بهمش انت طلبت من الاهل وهم رفضوا. طيب انت صعب مع الاهل. ليش عشان في الاخر انه يقول لي انا بالعكس بقول للا الاهل انه انا بدي اقرب وقولولي احنا عنا لقراية الاخر حاجة بنفكر فيها. يبا صارت ثقة الان متبادلة على عرض الواقع. طب واحد اي حتسألني وتقول لي بهمش مدام طرحت هالموضوع. طب تلو المرشد الان يعرف انه الاهل هم سببا سلبيا وراء ابنهم في التحصيل الدراسي. شو هتعمل? يا ايوه المرشد. هبعد للاهل وقولهم هل انتو عونا لابنكم? ولا لا? عشان اشوف خلينا نرجع مرة تانية لمدى الصدق الذي يدور من اللي هو الطالب او الابن ومن اللي هو الاهل. والله احنا في بعض احيان بنقسى عليه. بعض من الاباء انو بصرح. والله احنا في بعض احيان بنقسى عليه. انا الان كأني اخدت هذه الكلنة وبدى اصير انا اخش انا فيه. باقولوش من ابنك. انا اشكرك للثقة ايضا اللي انت اوليتني اياها. بس انا بتقدم لك نصيحة انك انت تقسى عليه. معنى ذلك انو حيتاخر في التحصيل الدراسي. معنى ذلك انو اقرانه وشلته زمرته. انهم حيتفوخوا. معنى ذلك هو هيصير عنده اضطرابات نفسية. معنى ذلك معنى ذلك. معنى ذلك. يقضى الحل. هل نتفق لو انت على حل الى اخرة. الان الابن صادق في طرحه. والوالدين طلعوا صادقين في طرحه. الوالدين طرحه. طب واحد اح تقول لو كان الوالدين مصرحوش. ابدا احنا موفرين الو موفرين. يعني بهمش لو انتم موفرين الو يعني معقول انه النتائج. عندنا مدخلات وعمليات. نواتج التعلم مختلفة. معنى فيه. علامة استفهام بين المدخلات والعمليات. طيب انا بطلب منك انه كل اسبوع ممكن انك تيجي. وبروح انا الان بطريق غير مباشر بعمل التقاء مقابلة بين الابن وبين والدي او بين الابن وبين ولي الامر اللي هو جاي معاه. وبقول له انه انا بشكر انا والدك لان والدك هيعمل لك واحد اثنين ثلاثة على اساس ان يحدث تأنيب ضفير الى الوالد على ارض الواقع. اه الثقة طبعا الصداقة التعاون مع المبحوث. هذي بتفيد طبعا بتخليني انه انا اكون صادخ في طرحي وفي نفس الوقت اللي قبالي يكون صادخ في اعطاء. مميزات وعيوب المقابلة. معقول انه بعد كل هالكلام هاد اطلع لها عيوب. اه طبعا. نبدأ بالحسنات اذكروا محاسن موجاتكم ما هي مميزات المقابلة اخر واحدة. مقدم معلومات غزيرة ومميزة عن جوانب الموضوع. بتقدم طبعا معلومات مميزة لكل جوانب الموضوع وخاصة في الاسئلة. المفتوحة. وخاصة في الاسئلة المفتوحة. غزيرة بتدي معلومات غزيرة. الاسئلة المفتوحة. غير المقاملة. خمسة في ستة? معي مقابلة انا وانت. خمسة في ستة? تلاتين. لكن مين تقول لي كيف اجت التلاتين من جراء خمسة ضرب ستة? الان دفرط عضلاتي. شيء? اسئلة مفتوحة. ارقم اتنين? اه. معلومات المقابلة اه معلومات المقابلة اخر في القاملة. اه معلومات الاستيادة لحظ انتم ما هو المقابلة اداء ايضا. اه. ليش اكتر? دقة من الاستبيان. مين تقول لي? لأ في اجابة غير المفتوحة. اه? اه في المقابلة المقابلة اه? الاستبان كانني انا بدي اجاوب عما هو مختوح. لكن المقابلة تراحضوا في المقابلة. انا في لحظة من اللعبات ممكن ان انا اتكلم بالعمية. اه. فاعبر عما يجيش في خلبي. وممكن اتكلم باللغة الفصحة. اعبر عما يجيش في خلبي. لكن سؤال الاستبيان. هل انت تحب? هل تحب الافطار قدومك الى العمل? نعم او لا. اه. شيء? نعم او لا. محصورة. محصورة ومحددة. رقم ثلاثة. اه? من افضل الطرق الضغط لتقييم الصفات الشخصية للاشخاص المعادلين بالمقابلة لتقوم على اجابات. طبعا تعتبر من افضل الطرق لتقييم الصفات. طبعا هني اكتر من هيكا. المزايا فوق العشرة. بل هني تلتة عشر واحدة ان لم يكن خمسطعش. لكن انا جاعد جبت اللي هو الرئيسية من المزايا. والان بنحكي على عجالة طبعا. رقم اربعة. اه? ايوة. الامية سواء على نطاق كبار السن او على نطاق? الاطفال. في مسألة ما? انه الطفل لابد انه يعني يشهد ويدل شهادته. اجي انا اني انا اقول له بهمش والله لو سمحت خد اكتب لي تقرير عم ما حدث. ايش يا اخويا? اكتب تقرير ولا بصريح? تقرير ايش? امضم انا باستغل لك سايكو دراما حقيقية. ايش اللي صار ببوم وبمثل لك التمثيل الحقيقي اللي انا شفت بعين? وعلى الفترة الطفل. لا بعرف يعمل ميكانزمات دفاعية ولا بعرف انه يقدم هاد ولا يأخر هاد ولا حالي. رقم خمسة. اه? طب رقم خمسة مين تشرح لياها ايش يعني بشعر? الفرد الهانة اللي هو المستقبل بشعر باهميته. جي من فرد حط المسن تبعين لبلاد ارض الثمانية واربعين. بالله يبعد اذنك يعني يا حاج ممكن نسألك يعني اسئلة عن لبلاد? اتفضل. ممكن تحدثني هيكت يعني ايش كان شعورك وانت في لبلاد وايش كان شعورك تطلقت من لبلاد? قد يبكي. قد يبكي وهو يتحدث. لانه انا فتشت عليه مواجع كامل سنوات وسنوات. حابين تزيده في المزايا? في اخطر. في الكشف عن سلامة النطق. الكشف عن سلامة النطق. وهذه حكيناها في النجاية. الكشف عن سلامة النطق. هل والله انه يعني فلان يمطق ولا انه في عنده تعثر في النطق. الكشف عن مستوى الارتباف والخجر. الكشف عن مستوى الارتباف وخاصة عند عمليات القبول للتوظيف او للمؤسسات الاكاديمية في القبول للتعليم العالي. انا بكرة بتعمل معاك مقابلة للماجستير. فانت اول ما قعدت بقول لك اهلا وسهلا بياناتك معاي وفايلك معاي. بقول لك حدسيني عن نفسك ما لا يزيد عن نين دقيقة. تروح. واحد بتحكي وبصير بتحكي ما شاء الله. والتاني اه انا 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 مرتبكة. مرتبكة. طب كيف انت مخلصة البكالوريوس? انت الان الماجستير. مش لسه الاوكل. يعني مش انت سنهي اولى لسه في الهيئة التدريسية او في اللي هو المؤسس الاكاديمية. يبا هذه المسألة لا يمكن اننا نعرفها الا ان نكون فيس تو فيس وجها لوجل. اه? اه? تستخدم في مجال متنوع. تستخدم في عدة مجالات. تستخدم في عدة مجالات. صحيح. انا. قد لا يكون بديل عاقة. قد لا يكون هناك بديل اخر عن هذه الاداة. لا يحل مكانها اي اداء اخرى. نيجي الان. العيوب. لحظوا انتو العيوب. رقم واحد. اه? مكلفة من حيث الوقت والجهد. للإعداء. وجهد اكبر فيه. لحظوا انتو رقم واحد اختاد. طب كيف هذه المسألة يا ناس? المقابلة اليوم في مؤتمر في محافظة كذا. وانت موجودة في محافظة كذا. التنقل. طب التنقل بده مواصلة. طب ما معيش مواصلة. طب المواصلة بدها فلوس. وبدها وبدها الى اخرى. الان المقابلة الساعة ثلاثة. وما فيش وقت. يبقى انا بتضر ان انا اخد تاكس بسعر اكتر الى اخرى. رقم اتنين. الباحث قد يخطئ في تسجيل بعض المعلومات. الباحث هم المقصود فيه اللي هو المرسل. المرسل. انه بتكون محادثة على هيئة كتابة. فممكن الان انه انا اعبر كمان تعبيرا خاطئا عما سمعته. وممكن انه اروح انا بعض من الكلمات انا خليني انبيل قسيلا ما استوعبتهاش مئة بالمئة. فراحت من الكتابة. يبقى هلو تحتضر عيد من عيوبها. ثلاثة. نجاحها توقف على ربك المرفوض بتاعه. نجاحها كمان بتوقف على اللي هو المفحوص. او المستقبل. هل انه ممكن انه يعني يتواصل معي ولا انه ينقطع معي تماما. انه ممكن يبقى معلومات خاطئة. ما يضعش. او ما هذه احنا هنحن نحكيها اللي هو اللي هو الناحية العاطفية. الناحية العاطفية. مرأي الخاطر انه نحكيها بعدين شنون من الضيب. الناحية العاطفية قد تخلو المقابلة من الناحية الموضوعي. يعني تدخل فيها ذاتية. اللي هو الفاحس. او ذاتية المقابل. او ذاتية اللي هو المرسل. يعني على سبيل المثال. حدثني يا حد خاصة بعين التاريخ. حدثني عن ذكرياتك في ارض التمانية واربعين. وبدأ هو يحكي صار يبكي. نوع تاني المقابلة عنده اصحاب الخدمة الاجتماعية الباحثين الاجتماعيين. فلان اطقن دور سايكو دراما حقيقي. لدرجة انه الباحث تحركت مشاعره. فراح مباشرة ايش بقدر يساعده? ما وفرش على الاطلاق. لو سألناه ليش انت عملت قال والله خلنا عيض. لانه شكالي عن الامراض وشكالي عنه وعن 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 وعن. وكل هياته عبارة عن حديث شفوي. وليس حديثا اللي هو عمليا او ملموسا او محسوسا. رقم اربعة اه? اجراء المقابلة تطلب مهارات وامكانيات تتعلق للباقة والجراء قد لا تتوفر لكل باحث. يعني الذي يقوم باجراء المقابلة لابد ان يكون من اهل الكفاءة. لابد ان يكون عنده كفاءة عالية. ومدام عنده كفاءة عالية ببدي يكون هو من الاكفاء. مش هيك? وليس من? الاكفاء. الاكفاء العميات. بدي يكون هو من الاكفاء. مدام بدي يكون من الاكفاء. طب بدي اعمل انا مقابلة. انا رايي هعمل مقابلة مع فلان. وفلان طبعا من المسنين. انا بهمني انه هل يقرأ ويكتب? ليش طبعا سألت هذا السؤال? عشان اطرح له السؤال لغة فصحة ولا عامية? بنفعش اطرح له انا السؤال لغة فصحة? ويقول لي بهمش يبني انا مش سامع ومش فاهم. ويتين في الراس فوجه. لانا سامعك ولا فاهمك. اه وقدامه هو هو اه الحج تباعك هو ما بجراج? سمعني. وبعد هيه كنت اتري معاك مقابلة? طب اه ما بجراج بس مش يعني نقطة يعني تأخذ عليه? من الاصل انه بهمش? انا بدي اجمع معلومات عنه قبل الوصول اليه. ايش هو مخلص تعليم? اوه ما شاء الله مخلص سادس ابتدائي لكن حراض على ابن الجامعة يوقف باله. يقرأ ويكتب وبعدين منحفظة كتاب الله. لاحظوا? عشان يعطب ايش هدي فدتني? طب انتو تنقط لعت من البلاد. شو ذكرته? ما جاش على بالك انه هيك كم كبير من الايات القرآنية? راح له قال والله اجت على بالي صورة كذل اي كذل. لكن هذا السؤال بنفرش ان انا اطرحه لكل واحد. اه. لاحظوا كيف اللباقة? عشان هيك لابد ان يكون هو من الاكفاء. لابد ان يكون هو من الخبراء. لابد ان يكون هو من ذوي الخبرات التي يمتلكها عشان انه يخرج الكلمة في وقتها ويخرج السؤال في وقته الى هذا الانسان. رقم خمسة. اه? بعض احيان انه بتعمل مقابلة انا مع فلان لكن فلان للأسف الشديد انه لم نحظى بالمقابلة معه. لانه اجب واعلاميا ندرينا انه وصل البلاد لكن انه ما احد ارتخى فيه على الاطلاق. ما ارتخناش فيه. طبعا هادي زمرة من السلبية او من العيوب لكن هناك عيوب جدها كمان مرتين. اكتر من ذلك بكثير. من ضمن العيوب الاخرى مين تحكي? اه? محدودية اه ترطية المعلومات. عدي اعيدة تاني? محدودية ترطية المعلومات. يعني انه بتكون في بعض احيان انه محدود انه الاسئلة في المقابلة. مين كمان قول. اه? لا توفر اه معلومات قابلة المقارنة بين الطلبة? في كثير من الاحيان اخواتي انه لا توفر قصد كافي او وقت كافي عشان اعمل فروق فردية بين الطلبة. وهدي طبعا انت اني بعمل انا مقابلة بين الطلبة انه هل مجموعة الاسئلة اللي بتترحها على سين? نفسا اللي بتترحها على صاد? طب الان انت اني انا بنتمت من سين ويطلع سين ويلتقي معصاده عينه لا? كأنه افشل اسئلة. يبا لذلك انه انا بطلوب مني ان انا نجيب اسئلة اخرى. مدام اسئلة اخرى معناها هل ثباتها? زي ثبات الاسئلة الاولى? يبا فار هناك اختلافات بين الاثنتين. مين لها اي سؤال في المقابلة? شكرا لكم جميعا على امل ان نلتقي المحاضرة القادمة بالملاحظة ان شاء الله. شكرا لكم.